بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تغاله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين وبعد إذن نفذ إخوة يوسف ما صمموا عليه وألقوا يوسف في غيابة أي في عمق بئر عميق وبعيد عن منازلهم في طريق المسافرين إلى مصر نعم الآن كيف سيبلغ الأب بفقد يوسف وهم الذين تعهدوا له بحفظه وأقسموا على أن ينصحوا له وأن يحفظوا الآن نفذوا أول خطوة من خطوات الشيطان تخلصوا من يوسف ماذا سنقول للأب؟ أيها فبدأت الآن كيد جديد وحيلة جديدة قال وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءًا يَبْكُونَ مَا عَادُوا إِلَّا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِلِهِ قَالْ حَتَّى لَا تَفْضَحَ أَشِعَةُ الشَّمْسِ وَضُوءُ النَّهَارِ قَسَمَاتِ وَجُوهِهِمْ وَهُمْ يَبْكُونَ كَذِبًا الآن هم يتعاملون مع من؟ مع الأب والأب ألا يعرف أولاده؟ والله ينظر الأب أحياناً نيك إلى ولده والولد يتصنع الضحك يقول يا ولدي أنت تضحك لكني أعلم أنك حزين مهما حاولت أن تخفي عن أبيك أبوك هذا يا أخي حملك صغيراً وكبرت على عينيه وأتعب نفسه يحفظك تماماً فتريد أن تخبع عنه ولذلك جاءوا أباهم عشاءاً في ظلمة الليل لأنه لما عم يتصنع البكاء الذي يبكي تصنعاً ليس كالذي يبكي حزناً وقديماً قالوا ليست النائحة السكلا كالنائحة المستأجرة النائحة السكلا يعني اللي هي مثل أبنها كيف تبكي الأم؟ فإذا جئت بامرأة استأجرتها تعالي ابكي لتسعدي هذه المرأة ستبكي مثلها؟ ستبكي نعم لكن ليس بكاءاً بحرقة كحرقة التي ثكلت أو ثكلت بولدها ليست النائحة السكلا كالنائحة للمستأجرة فهم حتى يخفوا هذا البكاء المصطنع جاءوا أباهم عشاءاً يبكون يظهرون الحزن مصيب يا أبي مصيب يا أبي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نفس الذي كان يخشاه أبوهم وأنتم عنه غافلون إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وهم شباب أشداء معنات مسافة الصباق ستكون بعيدة ابتعدوا وهذا ما كان يخشاه الأب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمناً لنا ولو كنا صادقين سبحان الله في قاعدة عند رجال الشرطة كاد المتهم أن يقول خذوني يعني الأدمى كذب حط هذا لكنه بكذبته الكبرى وطريقة أدائها لا يحسن أن يؤديها مية على مية كأنه يقول أنا الذي فعلتها إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ابتعدنا كثيراً ريس ما رجعنا وجدنا يوسف قد أكله الزئب شوف شؤالوله وما أنت بمؤمناً لنا مؤمناً أي مصدق والإيمان هو التصديق وما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين يعني أنتم حكمتم على أنفسكم أنكم لسهم صادقين ما أنت لما نكون صادقين ما بتصدقنا هل تصدقنا هلأ شوف على هالأسلوب اللي كشفوا به أنفسهم أسيدنا عقوب لا يحتاج إلى هذه الطرق ليكتشفهم هو عرفان عرفان إذا رب العز أوحى إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا ألم يوحي إلى نبيه يعقوب أنك ستخسر يوسف وسوف أرده عليك فاصبر من أوحى إلى يوسف أوحى إلى يعقوب فانظر ماذا قال يعقوب طبعا قبل أن يقول لنا ما قال يعقوب قال وجاءوا على قميصه بدم كذب هلأ الروايات كلها التي ذكرت في كتب التفسير وكما يقول رجال الشرطة لا يوجد جريمة كاملة دائما المجرم يغفل عن شيء يكون سبب لكشف جريمته فهن شو عملوا خلعوا قميص يوسف لأن الأب المحب بيعرف ريحة ابنه فهذا قميص يوسف ولا قميص يوسف وراحوا زبحوا شات اللي أكلوها على الطعام الغداء وغمسوا قميص يوسف في الدم حتى يقولوا لأبوه أن هذا قميص يوسف وهذا دمه عندما أكله الزئب لكن نسيوا شغلة بسيطة شو هي نسيوا أن يمزقوا القميص نسيوا أن يمزقوا القميص لكن أي ذئب هذا الذي يأكل ابني ولم يمزق القميص آه انتبهوا أن هذه حماقة ذئب عم ينهاش يوسف بأنيابه ما عاد القميص شو لازم يصير فيه يمتلئ ثقوب ويتمزق القميص كما هو سالم فقال أي ذئب حكيم حليم هذا الذي أكل ولدي ولم يخدش القميص ولم يمزقه لقد أكل ابني وترك القميص كما هو فأي ذئب هذا يعني أنتم كذابين هو لا يريد أن يصف الزئب يريد أن يقول لهم هذا دليل أنكم فاستنتج عقوب وقال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله لا في غذئب ولا أكل يوسف بل أنتم أحكمتم مكرا وكيدا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أي على ما تكذبون لكنكم بكذبتكم هذه حرمتموني أحب أبنائي إلي وفرقتم بيني وبينه ولا زال في عمر صغير لا يستطيع أن يعيش كما تستطيعون أنتم إن كنتم موحيدين في الغربة والله المستعان على ما تصفون صبر جميل الصبر أصله الحبث لذلك في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها في رواية صبرتها يعني حبستها الصبر هو حبس النفس عما لا يليق فأنت حزين لكن تحبث نفسك أن تظهر حزنك كله تظهر بعضه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا هذا اسمه شوه؟ صبر حبس النفس إنه تقعد تتكلم وتعتر يضوء يا ربي لماذا فعلت هذا بي يا ربي لجخد لا 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 المؤمن لا يفعل ذلك يصبر ويصبر صبرا جميلا والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه يعني واحد بتلاقيه ندخل عليه نعود مريض متألم طمنا الحمد لله الحمد لله أحسن ويكتم ألمه لا يشكو ربه للناس الله قدر عليه هذا القدر أنا أقول فعل بي كذا وكذا وكذا طب أنت تشكو إلى من يستطيع أن يكشف عنك الضرّاك إذا أردت أن تشكو اشكو إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هو الذي يستطيع أن يفرج عنك أما تشكو الله بما فعل بك إلى خلقه هذا يعارض الصبر الجميل ويعارض الإيمان من رضي فله الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه أما من سخط يا ربي لما عملت فيه كذا ليه أنت تقول هذا ربك أنت عبد استحي تأدب اعلم مع من تتكلم لا يليق بك أن تخاطب ربك بهذا الخطاب فسيدنا يوسف عطاهم من الأخير قال بل سولت لكم أنفسكم أمر أنتوا حاطين في رأسكم في دماغكم قضية ونفذتوها فصبر جميل والله المستعان على على ما تصفون أعظم مصيبة أن تأصاب بأحب أحبابك من قبل أحبابك أولاده تخلصوا من أحب أولاده إذا عاقبهم مشكلة وإذا تركن مشكلة يعني تصوروا إنسان يقتل أخاه الحكم بالمحكمة من ولي الدم الأب الأب إذا أراد القصاص قتل ابنه الآخر إذا عفى يا أخي هذا مجرم قتل نفس بريئة هذا الموقف الذي وضع فيه يعقوب فعلا موقف صعب جدا أولاده تخلصوا من أحب أولاده إليه يغضب عليهم يعاقبهم يتركهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمره فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون طبعا قبل أن نغادر وجاء على قميصه بدمين كذب من الأعجاز والبلاغة في قصة يوسف أن القميص قميص يوسف ذاته ذكر في القصة ثلاث مرات مرة كان دليل على كذب إخوته وأن يوسف حي ولم يأكله الزئب ومرة كان دليل براءة وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو يريد أن يهجم عليها هي تريد أن تبعيده عن نفسها فمزقت قميصه من الأمام وإن كان قميصه قد من دبرين فكذبت لأنه أراد أن ينجو منها فأرادت أن تشده فمزقت قميصه من الخلف فلما رأى قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكن فشوف القميص تبع يوسف طبعا مو ذاته لكن القميص يوسف اللي ينسب ليوسف أول مرة كان دليل كذب على أخوة يوسف وأن يوسف حي لطمأنة يعقوب يوسف لازال حيا فهذا قميصه سالم وهذا الدمدم كذب في المرة الثانية كان القميص دليل براءة يوسف من الفاحشة التي اتهمته بها تلك المرأة وفي المرة الأخيرة وفي المرة الأخيرة كان القميص وسيلة شفاء ليعقوب فألقيا عليه قميصي هذا يرتد بصيرة فسبحان الله القميص ركز عليه شوي بهذه القصة لأنه سيذكر ثلاث مرات وفي كل مرة له معالجة معينة وهذا إبداع في القصة يا أخي ليس بعده إبداع أنت تركز على جزئية معينة وتعطيها ثلاثة أدوار مفصلية في القصة دليل كذب الإخوة وسلامة يوسف دليل براءة يوسف من أبشع ما يمكن أن يتهم به الإنسان العفيف الورع اتهم في شرفه فكان القميص دليل براءته ووسيلة شفاء ورسالة إلى المحبوب أن حبيبك حي يرزق فتننسم من رائحته وهذا الفرح سيرد إليك بإذن الله البصر يرتد بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين فشوف القميص عجيب في قصة يوسف الآن انتهينا من المرحلة الأولى والدور الأول لهذا لهذا القميص قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الآن ربنا عاد بنا بل تشبيه بل تشبيه مثل المخرج بالمسلسل يكون عم يغطي لقطة بعدين بينتقل للقطة الثانية هلا نحن شفنا لما الأخوة تركوا يوسف ورجعوا شو صار معهم بينهم وبين أبوهم شو صار مع يوسف ها عدنا الآن لنغطي ما حدث مع يوسف وهو في نفس الوقت الذي حدث مع الأخوة مع أبوهم لكن القصة لابد أن تتسلسل قال وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ كلمة سيَّارة أي أشخاص وحيوانات تسير يلي هي القافلة ومنها جاء اسم السيَّارة لما اخترعوا العربيات الحديثة دي فلغتنا ثر بمفرداتها ما يعيزها أن تعطي اسما لأي اختراع حديث لأن مفرداتها عجيبة جدا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ طيب هذه السيَّارة بمجملها مؤنسة لذلك وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ويصح أن تقول وَجَاءَ سَيَّارَةٌ لأنها مؤنس مجازي والمؤنس المجازي يجوذ أن تؤنسه ويجوذ أن تذكره هنا ربنا أنسها وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ وَخَيَّمُوا في مكان قريب من البئر هذا لم يذكر محزوف مقدر فأرسلوا واردهم ليملأ لهم أوعيتهم من الماء فأدلى دلوه أنذل الدلو بحبل طويل في هذا البئر العميق هنا ربنا قال فوراً قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاع والله عليم بما يعملون دائماً بالقصة لا تذكر كل فهو الله عز وجل قال فأدلى دلوه الحدث اللي بعده فتعلق بها يوسف فأخرج يوسف مع الماء قال يا بشر هذا غلام لكن كلمة تعلق بها يوسف وخرج يوسف في الدلو ما في داعي لذكره تفاصيل مفهومة بحسب السياق والبلاغة مبنية على الاختصار فلابد من الاختصار لكن هذه أحداث أنا لو ما قلت لك هذا الكلام أنت بتعرف أدلى دلوهو أم طلع يوسف في الدلو تعلق يوسف في الدلو فخرجه فأدلى دلوهو قال يا بشر هذا غلام وجد مع الماء غلام من أجمل خلق الله عز وجل يوسف عليه السلام الجمال اليوسفي ها ها هنا فورا خطر بباله أن يخبئه عن رفاق القافلة ويجعله معه حتى إذا وصل إلى مصر باعه هناك وأخذ الدراهم لنفسه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة كلمة أسروه بضاعة ما قال وأسره هلأ اللي وجده واحد لكن قال وأسروه لأن هذا الواحد لا يستطيع أن يكتمه عن الجميع فاتفق مع اثنين ثلاثة أربعة أنه هذا من خبيه ما أحد يعلم به ثم نبيعه من مصر ونتقاسم فشوف البلاغة القرآنية فأدلى دل وهو قال يا بشر يعني يا بشرى أنا هذا غلام لكن لا يستطيع أن ينتفع به وحده لأنه سيفضح أمره وأسروه المجموعة التي حول هذا الرجل وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ظن إخوة يوسف أنهم بما فعلوا تخلصوا من يوسف لكن أراد الله أن يكون طريق ملك مصر ليوسف يمر عبر هذا الطريق فهم ظنوا أنهم كادوه ليتخلصوا منه فإذا بهم وضعوه على سكة أولها الجب وآخرها ملك مصر أنت تريد وأنا أريد ويفعل الله ما يريد مما نحن نريد ألقوه لما ألقوه أرادوا به شرا أن يتخلصوا منه ولكن الله أراد أن يكون هذا أول طريق الملك إلى أن يكون ملك مصر وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لولا أنهم ألقوه لوصل إلى مصر فهم مكروا والله مكر والله خيروا الماكرين وهذا أراد أن يبيعه عبدا ولكن عبودية يوسف لعزيز مصر هي طريقه لاحقا إلى أن يكون عزيزا مصر والله أعلم بما يصنعون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه أي عندما وصلوا إلى مصر باعوه وكلمة شرى بمعنى باع كلمة اشترى بمعنى هو الذي أخذ إذن كلمة شرى يعني باع تأتي عكسيا بمجرد حزف التاء والألف ضع في أولها ألف وبعد الشين تاء اشترى يعني أخذ هو السلعة وأعطى النقود شرى بالعكس أعطى السلعة وأخذ النقود كلمة وشروه أي وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة كل الحرمية لما يأخذوا بضاعة ببيعوها بثمن بخس دراهم معدودة لأنه أصلا ما ممكن لفهم شيء فهن يريدون المنفع العاجلة ولم يتعبوا بها يلا تخلص الديني قروش وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ما لنا وما الغلام ده بيفضح أمرنا بحولوله شو لدراهم ننتفع ننتفع بها وهذا الذي يريده الله أنت تظن أنك تنفذ ما تريد لكن عمليا تنفذ ما يريده الله كلنا ننفذ ما يريده الله ونحن نظن أن ننفذ خطتنا ومكرنا لكن يا أخي أنت جزء من خطة الله المتكاملة فيستعملك فيما يريد وأنت تحسب أنك تفعل ما تريد فرعون رب موسى يظن أنه عطف عليه واستجاب لزوجته لكن هذه إرادة الله وسيخرج موسى وأنت الذي ربيته في بيتك ويسلبك ملكك ويكون هلاكه على يديك فأنت تدبر وتظن أنك تدبر لكن أنت عمليا جزء من تدبير إلا عز وجل وشروه بثمن بخص باعوه بثمن بخص درهي معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته شوف التعبير القرآني ما قال وقال سيده حاشى أن يكون لنبيا كريم سيد الله قدر عليه العبودية ليكون طريقه إلى الملك لذلك شوف استعمل إيش وقال الذي اشتراه ما قال سيده ما قال ربه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه يعني اصنعي إليه خيرا ومعروفا لا تقصر في الإحسان إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونبدأ من هذه الآية في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتح اشتركوا في القناة